أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات وبفضل قدرات شبابها وعزيمة مجتمعها تنظر للمرحلة المقبلة برؤية إيجابية ومتفائلة ترتكز على تصميم استراتيجيات مستقبلية متكاملة لاستباق التغيرات العالمية والاستعداد لتحقيق قفزات نوعية في القطاعات الرئيسية التي تهم أفراد المجتمع جاء ذلك بمناسبة افتتاح سموه مختبرات دبي للمستقبل لتكون أول مختبر تطبيقي متخصص في الدولة والمنطقة في مجال أبحاث واختبارات وتطبيقات تكنولوجيا المستقبل وحاضرة عالمية لاختبار الابتكارات الحديثة وتصميم وتطوير تقنيات وبرمجيات ومعدات ومتقدمة ليتم اختبارها وتوظيفها في القطاعات الحيوية ومنصة جامعة للخبرات الوطنية والعالمية في منطقة 2071 ضمن حي دبي للمستقبل رفق سموه في الافتتاح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليه عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس يمناء مؤسسة دبي للمستقبل وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل ومعالي عمر بن سلطان العلمة وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة خلفان جمع بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أطلقنا اليوم مختبرات دبي للمستقبل إيمانا بأهمية الاستثمار في تنمية قطاع الأبحاث والتطوير في دولة الإمارات ستسهم هذه المختبرات تطبيقية المتخصصة في مجال الأبحاث وتطوير التقنيات المستقبلية في تطوير القدرات الوطنية وتبني أحدث الحلول في مجالات الثورة الصناعية الرابعة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعية وقال سموه إن هذه المختبرات ستوفر وجهة عالمية لتطوير الأبحاث والتكولوجيا الحديثة وتعزيز ثقافة الابتكار وتلبية متطلبات الأسواق المحلية بما يسهم بالارتقاء بريادة دولة الإمارات على مستوى العالم عبر توظيف الخبرات الوطنية المتنوعة في إعداد الأبحاث التطبيقية وأطل تطوير المنتجات وتصميم وإنتاج النماذج الأولية ودراسات الجدوى ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم فريق عمل مختبرات دبيل المستقبل للتنسيق مع جميع مختبرات الابتكار والشركات المتخصصة والجامعات الوطنية والدولية والجهات الخاصة وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في تطوير التقنيات الحديثة كما التقى السموه خلال الزيارة بعدد من مجندية الخدمة الوطنية المنتسبين لبرنامج المهارات الإلكترونية للإطلاع على ما تم تطويره من المشاريع والأفكار التطبيقية عبر توظيف المهارات والمعارف التي اكتسبوها في مختلف مجالات التكنولوجيا منذ انضمامهم للخدمة الوطنية وتطبيقها في تطوير مشاريع نوعية تخدم العديد من القطاعات الحيوية في الدولة بما في ذلك مشروع تطوير أجهزة التنفس الصناعي لدعم القطاع الصحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر